قال وزير الخارجي البريطاني ديفيد كاميرون أن على إسرائيل وقف تحركاتها العسكرية الأخيرة في رفح وأن تفكر بجدية قبل اتخاذ أي إجراء آخر معربا عن قلقه إزاء الوضع هناك وشدد كاميرون على أولوية وقف فوري للقتال كي يؤدي إلى وقف إطلاق النار على حد تعبيره نحن قلقون للغاية بشأن ما يحدث في رفح ونريد من إسرائيل أن تتوقف وتفكر بجدية شديدة قبل أن تتخذ أي إجراء آخر لكن قبل كل شيء يجب تنفيذ وقف فوري للقتال وأن يكون وقفا مستداما دون عودة وجاءت تصريحات كاميرون في أعقاب فرض بريطانيا عقوبات على أربعة مستوطنين متطرفين إسرائيليين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وبحسب الخارجية البريطانية فأن العقوبات تشمل قيودا مالية وقيود سفر لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه مستوطنون ويهدد استقرار الضفة الغربية من لندن تنضم إلينا مرسلتنا براءة العزاوي مرحبا بك براءة إذن بريطانيا تفرض فعلا عقوبات على أربعة إسرائيليين ما هي الأصداء حول هذه العقوبات وماذا لدينا أيضا من تفاصيل نعم آسيا يعني هي ليست المرة الأولى التي يحذر فيها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون من هذه الاعتداءات والهجمات ولربما المضايقات المستمرة من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم تصدر بريطانيا عقوبات على أربعة أفراد تشمل قيودا في السفر وقيودا مالية وهنا يقول يعني وزير الخارجية البريطاني أن أرقام هذه الاعتداءات والمضايقات من قبل هؤلاء المستوطنين وصلت إلى أرقام غير مسبوقة خلال العام الماضي ولربما كما يصف تقاعس إسرائيل عن صد هذه الاعتداءات وعن اتخاذ لربما أفعال وليس فقط أقوال يعني يجب هو ما خلق بيئة منفلتة أو شبه منفلتة من العقاب وهو ما أدى إلى زيادة هذه الاعتداءات ولربما استمرارها وأشار أيضا إلى أن أغلب المستوطنين الإسرائيليين يهاجمون الفلسطينيين إما بالسلاح أو يهجرهم من أراضيهم التي هي حق شرعي لها وهذا وفق بريطانيا أمر غير شرعي وغير مقبول ويعني أكد وزير الخارجية البريطانية على أنه يجب أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة خطوات جادة خطوات حازمة تجاه هؤلاء الذين لم يتوقفوا عند حد معين طيلة هذه الفترة وحتى السنوات الماضية ومما أدى إلى تهجير العديد من الفلسطينيين وطبعا يعني هذه العقوبات تأتي انسجاما مع العديد من الأصداء في الحكومة البريطانية الذين لطالما نددوا بهذه المضايقات والهجمات سواء داخل البرلمان البريطاني أو من قبل الأحزاب أو حتى أعضاء في حزب المعارضة حزب العمال طبعا أيضا تأتي هذه العقوبات انسجاما مع تصريحات وزير الخارجية البريطاني ورئيس الوزراء البريطاني وحتى كان هناك مطالبات من حزب العمال على أن تندد لربما بالتحرك العسكري على رفح جنوب غربي جنوب قطاع غزة نتيجة هذه الأعمال العدائية على وصف بعض في الحكومة البريطانية ويتساءل هنا وزير الخارجية البريطاني يعني من المستحيل أن يكون هناك حرب وسط هذا الكم من الناس الذين لا يعرفون إلى أين يذهبون وأيضا يعني أبدى وزير الخارجية البريطاني وكذلك رئيس الوزراء قلقه من الوضع في رفح وقال يعني يجب أن تتوقف إسرائيل وأن تفكر بجدية إذا هذا الوضع تريد بريطانيا وفق وزير الخارجية البريطاني أن يكون هناك وقف فوري للأعبال العدائية وعليه يكون هناك وقف لإطلاق النار وكانت هذه التحركات نعم براءة فيما يتعلق بتصريحات كاميرون وهو ذهب أبعد من ذلك طلب أن توقف إسرائيل تحركاتها العسكرية في رفح هل تصريحات كاميرون تنسجم مع كل الآراء للأحزاب في بريطانيا أم أن هناك مواقف أخرى يعني البعض متحفظ عن التصريحات آسيا البعض لم يكن لربما بنبرة وزير الخارجية البريطانية ومطالباتها الواضحة كونه وزير الخارجية في حكومة الحزب المحافظة الحزب الحاكم ولكن هناك تنديدات في الشارع هناك مطالبات في الشارع هناك أيضا مطالبات دعينا نقول فردية على لسان بعض الأعضاء في أحزاب مختلفة والذين طالبوا بوقف إطلاق دار حتى قبل هذه التحركات الأخيرة ولكن يبقى صوت وزير الخارجية البريطاني هو الأهم يعني كونه وزير الخارجية البريطاني ويعني هذه آخر تصريحاته المطالبة بوقف فوري لهذه الأعمال وكذلك على لسان رئيس الوزراء البريطاني وإبداء قلقهم لهذه التحركات ولكن يعني لم تأتي هذه لربما المطالبات يعني على وجه العموم من قبل جميع الأعضاء أو الأفراد داخل البرلمان البريطاني شكرا براء العزاوي مراسلة المشهد من لندن على كل هذه المعلومات